الأمة الإسلامية الآن أحب أن أقول ليس لها صديق الأمريكان والعوبيون ومن يطلب الخير عند هؤلاء فهو أحمق لا يدري لا من يومه ولا من غده شيئا ليس لنا صديق إلا الله ولا مصير إلا الله ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا معه ويجب أن نعود إليه ولذلك لا نملك إلا أن ندعوه ونحن نختم هذه الجولات المتتابعة لنقول ربنا لا تؤخذنا إن فينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الجزين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرا فذا في أبرنا وثبت أخدامنا ونصرنا على القوم الكافرين وصلى الله عليه ومحمد وآله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة